السلام عليكم طبعا في الأول أحب أشكر دكتورة شيرين مرسي جدا على الدعوة الكريمة أن أنا أبقى معكم في المؤتمر الجميل دوت وهنيع على نجاح المؤتمر وعلى الحضور اللي هو موجود من أول اليوم لغاية دلوقتي وبرضو هنتكلم عن استكمالا للألجوريزمز ودي حاجة كويسة جدا أن احنا نجمع الألجوريزمز in pediatric endocrinology to facilitate how to approach some of the difficult cases that we meet in our practice دلوقتي بقى نتكلم عن gynecomastia in short وحنبقى focusing على الألجوريزم mainly طيب gynecomastia يعني إيه gynecomastia gynecomastia as we know it is a benign proliferation of the glandular breast tissue of the male it differs عن الفيميل في إيه إن gynecomastia in males ما فيش terminal alveolar development اللي بيحصل في الفيميل بسبب البروجسترون effect فيه three peaks للgynecomastia في الإنفانسي في الأدوليسنت بيريود من سن 12 إلى 14 سنة وبرضو في الأولدر إيج بيبقى فيه بيك للgynecomastia فthese are the three peaks of gynecomastia لازم نعرف بتحصل إزاي وبالتالي أقدر أعرف إزاي الأبروش بتاعي أو إزاي الانفستيجيشن اللي أنا حطلبها gynecomastia due to imbalance between the stimulatory effect of estrogen plus the inhibitory effect of estrogen on breast development يعني إيه؟ the imbalance دوت بيبقى سببه يبقى increased production of estrogen or decreased production of testosterone or بيبقى فيه increased conversion of androgen to estrogen in the peripheral tissue under the effect of the aromatase enzyme the disorders of six hormone binding globulins or the androgen receptor برضو ممكن تؤدي إلى gynecomastia مهم جداً وأنا بعمل examination of the patient يكون lying down وإديه وراه وأحاول أخذ bench of tissue ما بين الاسكنو ما بين التشو اللي أنا شايفاه لو أنا حسيت أن فيه ديسك أو حاجة firm ساعتها هقول لا دي ترو gynecomastia this is a glandular tissue ده علشان أفرقها من اللايبومastia اللايبومastia لما يبقى فيه فات أو فاتي تيشو هو اللي موجود هو دوت اللي هي تعتبر pseudo gynecomastia which is not true طيب إحنا عرفنا الأسباب الانفتيجيشنز اللي حطلبها وأكوردنجلي حبني عليها الالجوريزم of my approach هحتاجي أن أنا أعمل patient test استرادايول ال LH والFSH البرولاكتن six hormone binding globulin الهيومن كوريوني جونادوتروبين وأحياناً برضو بحتاج أعمل liver function test and renal test حمشي إزاي؟ في الأول حبص على الاسترادايول لو الاسترادايول بتاعي كان مرتفع يبقى ساعتها هعمل الHCG لو لقيت الHCG بتاعي برضو زيادة أو مرتفع فأنا عندي high estradiol وهي HCG فساعتها هفكر أن it might be HCG secreting tumor طيب لو أنا عندي الHCG ما كانش مرتفع حطلب للpatient الداهية وأنا قردي طلبها في my panel لو لقيت أن الداهية S مرتفعة أو عالية يبقى ساعتها هفكر في أدرينا لبقى imaging ممكن تبقى أدرينا لـ tumor ممكن تبقى congenital adrenal hyperplasia طيب نفترض أن الpatient ده عنده high estradiol وعنده كمان زيادة ما عندهوش زيادة في الHCG والداهية بتاعته ما كانتش مرتفعة يبقى ساعتها هعمله LH لو أنا لقيت LH بتاعنا ما كانش يعني لو لقيت LH بتاعي normal أو decrease محتاج أن أنا أعمل testosterone أعمل sorry testicular ultra sound ليه؟ لأن تكون بيقة testicular tumor هي اللي عملة زيادة في الـ estradiol and other investigations كانت كلها normal طب نفترض كل الpanel وفي انفسيجيش اللي احنا عملاها الـ HCG والداهية والإستradiol دي كلها كانت normal ولكن محتاجة أعمل إيه بقى testosterone محتاجة أتشكل testosterone لو لقيت التستستيرون بتاعي مرتفع أو زيادة يبقى أنا ساعتها حمشي في السكة اللي هي اللي هناك testosterone increase أنا بيوبرت الميل ساعتها حامل LH ولو LH لقيته زيادة برضه طب أنا عندي LH كويس وعندي testosterone كويس يبقى حفكر في حاجة تانية خالص برا الموضوع اللي هي thyroid function test تكد به hyperthyroidism هي السببب لأن الhyperthyroidism أو IT4 بيستيميلات six hormone binding globulin وبيزاو بيقلل التستستيرون طب نفترض أن التستستيرون اللي أنا عملته كان قليل في بيوبرت الميل فساعتها حفكر في أنه تكد به something related للبرولاكتين كد به برولاكتين سيكرين تيومر أو بورلاكتينومة لو ما كانش تكد به ميل سبب الجينيكوماسيا ومن أشهرها الأدوية اللي احنا عارفنا زي الاسفيرونو لاكتون الكوتوكونازول الأبيويد لو بياخد استستيرون من بره أو دي كلها أسباب طب لو ما لقيتش سبب في الدراجز هعمله هل عنده ساينز هل عنده هل عنده هل عنده لو ما كانش عنده حاجة من بتاعت دي ساعتها حل جاء تاني للهرمون الانفستيجيشن سيمبلي لقيت برولاكتين عالي ساعتها سيبقى جايد لأنه دي ممكن تبقى برولاكتينومة أو تيومر سيكرين برولاكتين لقيت التستيرون بتاعه عالي وي قد لقيت اندر لتيومر زي ما قلنا من شوية عندي تلاتة مش هطلع منهم ياما تستو تستيكيلر تيومر ياما ادرينا تيومر ياما اروماتيز اكسس لو كل حاجة طلعت نيجاتيب يبقى في الآخر تسان ايديوباثيك جاينيكوم ماسيا ناخد بالنا ان هي لها تلاتة بيكس في النيوبورن في البيوبرتي وفي الالدريلي وامتى ايينفستيجات لو كانت في الادلتوت بريزنتيشن لو كانت بينفل لو كانت كبيرة او كانت او الهيستري مش قادر يوصلني لاتيولوجي فده كان سيمبل ابروش لجاينيكوم مستي اشتركوا اشتركوا في القناة